محصول وفير من الحنطة لا يجد من يشتريه وإن وجد فشراءه يكون بثمن بخس مشاكل جمة وعقبات تواجه مزارع الحنطة يقف الفساد في مقدمتها ليحول دون بيع المحصول بعد موسم مجهد فحديث عدد من مزارع محافظة الأنبار ربما يلخص واقع زراعة الحنطة في العراق بشكل عام ويعكس وجها آخر للحرب على المنتج المحلي لا يقل خطورة عن إحراق المحصول نفسه في مساحات زراعية شاسعة لا يستطيع الفلاح العادي تسويق محصوله من الحنطة مباشرة إلا عن طريق السماسرة الذين يبخسون منتج الفلاح بالتنسيق مع متنفذين في سائلوات الحنطة الحكومية الدولة مواجهة تستلم من عدنا المحصول هذا المحصول ما حد يأخذ أما تاجر أما حد يأخذه نروح نقاب السائلوات ما حد يأخذه من عدنا ولأن الرشوتاء هي كلمة السر في إنجاز أي صفقة مهما كانت بسيطة في العراق الجديد فالحال ينطبق على مزارعي الحنطة أيضا تعب والله تعب حكومة يعني ما مشكلة إذا ما تدفع الفلاوس ما يمشي حبك ودرجة هالة وثالثة يحسبوا لك ويبدو أن مزارعي الحنطة على وعي كاف بأسباب تكدس محصولهم في الموسم الحالي والمواسم السابقة موسم مرة موسم احتمال يعدمون الفلاحين يسولهم لجنة تعدامات يقول لهم أنتم ما غلطون أن نستفاد نجيب الحب من إيران ونجيب حب من خارج العراق زيان ابن العراق ما أأخذ أماله وأروح أجيب ابن إيران أأخذ الحب ماله والله أسأل الحكومة هم اللي متفقين والدول الخارجية يستلمون منعدها على مودي عطلون على الفلاح العراقي يكسرونه بحيث ما يشتغل لا بخضرة لا بحنطة لا بغيرها لا بإذرة لا بأي شيء الزراعة منتهي بالعراق تضييق الخناق على تسويق محصول الحنطة المحلي قد يجعل موسم الحصاد الحالي هو الأخير بالنسبة للكثير من الفلاحين شهادات مزارعي الحنطة عن واقع تسويق المحصول فندت حديث رئيس الحكومة عادل عبد المهدي عن شراء محصول الحنطة من الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية كاملة الواقع يقول إن الفلاح العراقي لا يزال يتعرض لسلسلة مؤامرات ليس آخرها عمليات الإحراق المنظمة لمزارع الحنطة والشعير لمستفيد يعرفه العراقيون جيدا